اشعل قرار الحكومة برفع الدعم عن محصول القطن الغضب في نفوس الفلاحين مؤكدين ان الحكومة تستهدف القضاء على القطن المصري بقراراتها العشوائية ويعتبر القطن المحصول الرئيسي لدى طائفة كبيرة من المزارعين المصريين اكد الكاتب نبيل عبد الفتاح ان ابرز التحديات التي تواجه الدولة والنظام والمؤسسات الدينية والمجتمع المصري في المرحلة الحالية لعمليات الانتقال السياسي تتمثل في مشكلات تجديد بناء الاندماج القومي المصري او تشكيل جديد للوحدة الوطنية بين جميع المصريين طالب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بثورة دينية على النصوص والمفاهيم الخاطئة التي ترسخت في اذهان الامة الاسلامية وصحبتها تصريحات ازهرية مؤيدة ومطالبة بثورة اصلاحية على الاجتهادات التي لا تناسب العصر في مصر قبل ثورتين كان عندنا افة كده اخرى يعني في عالم المحافظين عندما يتم تقديم المحافظ في اي محفل داخل اطار محافظته ينادى اليه مثلا اذا كان مستشار دكتوري وقال كلمة المستشار الدكتور الوزير المحافظ السيد فولاني فولاني مثلا يعني اذا كان لواء هكذا تاني انما بعد ثورتين معرفش يا استاذ يوسف هل تغير الحال يعني فكرة العصف على نغمة التملق الدائم في عالم السلطة ده بدءا بالمحافظ ووصوله الى الرئيس ده كله كله ده من العمدة ومن رئيس نقطة البوليس وكله ده على طول يعني فكرة حصان الحكومة الابيض ايه اللي يدخل العسكري رجبه يحترم القرية كلها تترعب نعم وقبل كده كان الهجانة اللي ما كانوا بيجوا من السودان الشقيق نعم فأول ما يباني الكرباج بتاعه كل الناس تدخل تنام في بيوتها لكن انا اتكلم معاك فكرة المركزية واللا مركزية كويس وموقفنا منه طيب انا موقفي السابت ان مصر لا حل لها الا باللا مركزية كويس وكنت اتمنى وكنت اتمنى ان نصل الى فكرة انتخاب المحافظ تمام ينتخب المحافظ وينتخب رئيس المدينة وحتى رئيس القرية ويصبحون مسؤولين سياسيين لكن 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 من ضمن التطورات التي طرأت على المنطقة في ظلال الربيع العربي فكرة تفكيك الدول القديمة اللي موجودة في المنطقة وتحويلها لدوائلات والبداية لده تفكيك جيوش هذه الدول واحنا شايفين ماذا جرى للجيش العراقي ماذا جرى للجيش السوري ماذا جرى للجيش اليمني ماذا جرى للجيش الليبي عارفين كويس اوي ما تم ويكاد يكون الجيش المصري هو المؤسسة العسكرية الوحيدة الباقية في المنطقة على ما كان عليه قبل الربيع العربي والجزائري بعضش ها والجزائري هذا التخوف هذا التخوف يخليني اتريس كثيرا في موقف القديم من انا حتى كلمة الحكم المحلي كنتش بحبها كنت بحب اوي الادارة المحلية ان مفردة الحكم المحلي معناها انك انت لابد ان تلجأ للقاهرة صحيح والقاهرة في مصر انا معرفش انت من قرية ولا من مدينة انا من قرية شاتك من بحيرة صحيح اه لما كان واحد يجي مسافر القاهرة يقول انا رايح مصر ايه فدي مدينة بتلخص الوطن قدام الناس وفيها كل شيء تفعل فيها وفيه اوراق متخرجش غير منها وفيه مستشفيات مش موجودة غير فيها ومعامل تحليل مش موجودة الا فيها انا كنت اتمنى ان الحكم المحلي بقى الادارة المحلية لو لا الموقف الجديد اللي عمره دلوقتي ثلاث سنوات او اربعة او سنتين بتفكيك الدول القديمة في المنطقة اه تنفيذا لنبوءة هينر كيسنجر عندما اتى الى مصر سنة اربعة وسبعين وقابل الرئيس السادات واجرى اول اتصال تليفوني مع واشنطن منذ قطع الهلاقات سنة سبعة وستين قال انه لن يشعر بانتهاء الصراع العربي الاسرائيلي الا بنشأة صراعات بديلة وحدد في هذا اليوم في الطيارة وهو راجع واشنطن للصحفين اللي كانوا معاه صراعات بديلة ثم تجدد الامر بعد الربيع العربي واصبحنا على مشارف تفتيت الدول القديمة وانا اعتقد ان الدولة المصرية تقف في مقدمة الدول المستهدفة من تقسيم وتفتيت هذه الدولة وخلينا صرحاء ونقول انه فيها ما يمكن ان يغري من يريدون هذا بالاقدام على ده من اجل هذا انا بقول انه انت ضدها مركزية الان لا انا مش ضدها انا بقول انه اجلها نؤجلها خوفا من ان تكون دي مقدمة لاستهداف الدولة المصرية القديمة وانا خايف مش على الدولة بس لان كنت ان استهدافت الدولة المصرية القديمة ستبدأ باستهداف جيشها والجيش هو عماد الدولة المصرية الان رغم انه كنا نتمنى ان العسكرة تقل سيدك بتستخدم لأفضل العسكرة لا انها تقل لا مستخدم مش ابدا بس بولك انها تقل انها تقل انما نحن محتاجينها جدا دلوقتي وصمام الامان الوحيد لمصر الان هو جيشها ووحدة الجيش ووحدة الدولة مطلوب الحفاظ عليها في الفترة القادمة ايا كان الاضرار النتيجة عنها ولكن يا استاذ يوسف ربما يدفع فطورة ذلك وحده دون سواه المواطن تمام مش عزو الغلبان يعني الذي ما زال يحدوه امل في تحسين احوال معيشته نتحدث مثلا عن عن محافظ سيعلم ان لديه مشكلة ما في مستشفى المدينة تابعة له سيعود بها الى وزارة الصحة وزير الصحة سيعود الى رئيس الحكومة رئيس الحكومة ربما يلجأ الى رئيسة الجمهورية يعني ده امر صعب وغاية حيدفع الفطورة هكذا وكذلك ربما يدفع فواتير اخرى منها ضعف الاقتصاد المصري سامعين ان في كلام مثلا من تذكرة المترو ستزيد وستزيد زيادة يا موالوزير رجع في كلامه وقال ما قلتش امتى اخر مرة رجع في كلامه مبارح بس قال انه الكلام اللي نسب اليه حكاية التذكرة بتتكلف 25 جنيه اه ما قالش دي انما زيادة موجودة سيف على رقاب الناس للعلم فقط يعني يرتاد متر انفاق في مصر يوميا اكثر من 2.5 مليون وساعات 3 مليون راكب يوميا طيب صمد المواطن قبل من عدي على اللامركزية الشهر الماضي اتى الى مصر 3 محافظين من العراء يعني هما في الخدمة دي هو وزير وطلبوا انهم يزوروا الاستاذ هيكل فانا نقلت الرغبة ليه كان الدكتور خالد القاضي اللي مستضفهم في منتدى القضاء قال انهم عايزين يقابلوا استاذ هيكل فروحنا الى استاذ هيكل الهدف من القصة ايه انه احنا قاعدين لقيت محافظ بيقدم نفسه باعتباره محافظ لمحافظة سنية سنية في الشمال بقى لا ده كلمة سنية وفي محافظة اخر بيتكلم على انه في محافظة شيعية والتالت بيتكلم بالصدفة البحتة على انه في محافظة كردية كردية فانا بعد اللقاء سألتهم يعني ايه محافظة سنية يعني ايه محافظة شيعية يعني ايه محافظة كردية فقالوا لي ان الامريكان عندما احتلوا العراق عملوا لكل محافظة حكومة حكومة وهو كأنه رئيس جمهورية مستقل وأنه الحكومة دي فيها وزراء فيها وزراء يعني واحد مش هقول أسماء المحافظات عشان ما يتعرفش الناس دي ديما معروفة المهم فأدركت على طول أن العراق تتأسم يعني بالفكرة الأمريكية طيب أنك أنت تعمل كل محافظة ولاية قائمة بذاتها لها حكومة فيها وزراء تتصرف من تلقاء نفسها ده من غير الرابط الأساسي اللي موجود في الولايات المتحدة الأمريكية التجربة الأمريكية التجربة الأمريكية للأسف مش موجودة فده فصر لي وهن الدولة والعراقية وضعف الدولة العراقية وبعد كده فهمت هزمتها أمام تنظيم مسلح اللي بيقولوا عليه داعش هو ده اللي مخوفني أكتر أنه يبقى فيه محافظ يقول أنا محافظ محافظة سنية طيب من يدفع فاتورة ذلك؟ المواطن العادي في العراق واللي بيدفعه هنا في مصر أيضا بس أرجو ألا تصل هذه التجربة الخطيرة إلى مصر لأن أنت عندك بقى مشكلة مسلمين ومسيحيين صعيدة وواكه بحري سينة ومحافظات أطراف نوبة عندك جراح كثيرة جدا أرجو ألا تستيقظهم كنتش حب أقولها بالثاني لكن دي موجودة فعلا في مصر كويس وبالتالي المركزية قد يكون مطلوب أن نحن نؤجل النظر فيها بوجه نظر سيادتك بوجه نظري أنا طيب ربما كان في أسئلة من المسكوتي عنها العقل المصري طبعا تلقى صدمات منذ ثورة يناير سرعة التغيير والقفز على النتائج ولا يعني سؤالي القادم أي شيء سوى أنه سؤال على الإجابة تكون عندك فقط أتمنى تكون عندك أتمنى قامت ثورة يناير بالمناسبة بس قامت ثورة يناير على نظام فاسد والنظام بنفسه يعني أقر شبه أقر لما أعاد هدايا الأهرام مثلا لنهي هذه النقطة تمام كان الاحتياط النقدي المصري حوالي 35 مليار دولار صحيح وكانت عاجة الإنتاج موجودة رغم الفساد ورغم السرقة قامت الثورتان وبعد أمر لي أربع سنوات هكذا ربما بعد الأصوات في الشرعة التسائل الاحتياطي يصل إلى حوالي 16-17 مليار لو أنا متذكر أقل من نص أقل من نص وعندنا مشاكل إقصادية طاحنة زادت أسعار البنزين المترو فيه كلام أنه حيزيد وهكذا عندك تعليق عندك تفسير تفسير عندي تفسير ياريت أنه الغرب يتصور أنه ماتلة 25 يناير وماتلة 36 يجعل البلد غير آمن وبالتالي دمرت السياحة اللي كان فيه دخل للدولة منها وفيه أيضا دخل للمواطنين يعادين منها اللي هم كأفراد بيشتغلوا في السياح عدم الاستقرار نفسه أثر كثيرا على الأسواق وأنا كان أملي بعد 36 وبعد مجيء السيسي وبعد الجمهورية الجديدة دي أن يبقى فيه استقرار والاستقرار غير الأمن يعني الأمن ده أن تطارد مجرم أن تقبض عليه أن تقدمه للمحاكمة لكن الاستقرار دي فكرة مجتمعية كاملة أن يشعر المجتمع أنه مستقر وده اللي احنا بنفتقده وده اللي أدى إلى أن احنا عايشين من لحم الحي عايشين من لحم الحي وأنا مش خبير في هذا لكن أنا تصور أن الاحتياط النقدي يساوي القوات المسلحة في القداسة أنه لا يقترب منه أحد مهما كانت الظروف حتى لو ما لأناش ناكل لكن للأسف الشديد كل من تبدلوا على حكم الوطن من 25 يناير خدوا من الاحتياط النقدي لأن لم يكن أمامهم حلول أخرى ولم تكن لديهم القدرة يصرحوا الناس يناخذ من بس كم وطن عادي في الشارع هيفهم كلمة الاحتياط النقدي لو بحسبها حزبة تانية بيقول الفسدين ميشو أو اللصوص ميشو إزاي أنا بتعثر في حياتي الاقتصادية هكذا حزبته البصيرة ما هو متصور كذا زي بالزبط بعد السلام مع إسرائيل صحيح الناس كلها تقول لك إزاي العقيدة العسكرية لسه العدو السهيوني لا لا كل اللي كنا بنصرفه على الجيش مفروض ما يصرفش ده غلط برضو لأن لا بد أن نستمر في حالة استعداد لأن العدو ممكن يتجدد كونه عدو مرة أخرى تمام بعد الفاصل الشهران القادمان شهران مهمان للغاية في مصر نتحدث عن مؤتمر اقتصادي ضخم نتحدث عن انتخابات برلمانية نتحدث عن قمة عربية في مصر في مارس كانت للإمارات وتنازلت دولة الإمارات إلى الشقيقة ومصر حتى هكذا يفسر البعض حتى تعطي يعني مزيد من الثقة أمام العالم أن القمة العربية بتعقد على الأراضي المصرية ما كل هذا الدعم العربي الخليجي لمصر الثلاثين من يونيو بعد الفاصل